مشاهدين الكرام اهلا بكم من جديد والنشرة الجوية يتوقع خبراء الارصاد الجوية تقصى معتدل على السواحل الشمالية دافئا على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد حارا على جنوب البلاد نهارا باردا ليلا كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية ورياح معتدل على معظم الانحاء والبحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج من متر ونصف الى مترين ونصف واتجاه الرياح شمالية غربية أما عن سيناء فالطقس معتدل شمالا مائل للحرارة جنوب النهارا بارد ليلا ورياح ناشطة والبحر الأحمر معتدل وارتفاع الموج من متر ونصف الى مترين ونصف واتجاه الرياح شمالية غربية أما عن التوقعات المنتظرة للأيام القادمة فتشير الى عدم وجود اي تغيرات جوهرية في حالة الطقس ونتعرف الآن على درجة الحرارة ونبدأها من مدينة القاهرة في القاهرة غدا الخميس 23-13 وفي يوم الجمعة 24-15 وفي يوم السبت 30-17 أما عن مدينة شرم الشيخ غدا الخميس 28-20 وفي يوم الجمعة 29-20 وفي يوم السبت 30-20 أما عن مدينة الأقصر غدا الخميس 32-15 وفي يوم الجمعة 33-16 وفي يوم السبت 36-18 أما عن درجات الحرارة المتوقعة في بقية مدن ومحافظات مصر فهي كالآتي نبدأها من القاهرة مرة أخرى 23-13 وفي الإسكندرية 19-12 وفي دوميات 19-13 وفي بورسعيد 19-14 وفي العريش 20-11 وفي رفح وفي رفح 19-10 الإسماعيلية 24-12 السويس 23-13 في مطروح 18-12 و22-12 المنصورة 22-13 وفي طنطة 22-14 في ضمنهور 20-14 سانت كاترين 21-10 الغردقة 26-17 وفي شرم الشيخ 28-20 الفيوم 23-12 المينيا 24-11 السيود 25-11 وفي سهاك 27-13 في قناة 29-14 الأقصر 32-15 الوادي الجديد 29-14 وفي أسوان 32-16 في حلايب 28-18 شلاتين وأبو رماد 29-18 وأخيرا في رأس حدرب 27 والصغرى 19 والصغرى 19-18